أعدى فوز منتخب التونسي على نظره الناجرية الأمل في المضي قدما نحو انتزاع الكأس الإفريقية وبعث تفاؤلا وإيمانا بفوز أكيد وسط الشارع التونسي مرسل قناة الوطنية أنسا الكناني رصد أراء التونسيين حول مباراة بوركينافاسو وتونس وأعدى لنا هذا التقرير الجمهور في حالة ترقب انطلاق صافرة بدء مباراة تونس وبوركينافاسو في الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا في طبعتها الثالثة والثلاثون جامبيا الكاميرون لقاء كروي في الربع النهائي يسبق لقاء تونس وبوركينافاسو بانتظار لقاء أي يوم الأحد مصر المغرب والسينيغال ضد غينيا الاستوائية لتحديد الفرق التي تحتل زوايا المربع الذهبي في النصف النهائي كما اعتدد الفريق القومي يلعب بالسياسة واحدة واحدة يبدو المقابلة بتاعه ما يتسرعوش لولاد في الشيسة وهدف والهدف يجيب تبيعته في الشاوط الأولى وفي الشاوط الثاني نتوقع النتيجة هي واحد صفل لصالح الفريق القومي التونسي أنا الليكيب اللي نحبها ونعزها هي جزائر دمي جزائر مولود عام 45 عمره 76 سنة أما أنا أتوا في تونس إن شاء الله تونس مربوحة عندها إن شاء الله تقيم رأس الشعب التونسي نتصور بشي يهبط عليه سارسي نرمال لا نتصور بشي حد ديدي ما زلت مشمعت سينا الفرماسيون ما زلت تصورات نتصور العيدوني والسخيري كالعادة لبيفو سخيري ما هو معلوف هو سنتينيل تقف عليه ديمة ليكيب والعيدوني هو كاروليير ويمكن يزيدوا تروازين ببيفو ولا يلعب ساسمه هو المجبري بوتاتر سعيب شوية لما حاله وكالعادة لقدامهم المساكني والجزيري وعليمين دراجر ونتصور رابون في متالبي حتى جش كامينت نوع مازال بوزيتيف ما هو نتصور بشي يلعب معنى إن شاء الله ديلاني يكون لانطنت موجودة هو وبيليل عيفا على خاطر المدة الإخرى دي متالبي ببيليل عيفا خير وإن شاء الله مربوحة أخويا وكاو الشارع التونسي لا يشغله شيئا آخر اليوم سوى مباراة فريقه أمام بوركينة فاسو والإيمان بفوز مرتقب اليوم عنا بارتي قوية ضد المنتخب بوركينة فاسو إن شاء الله الولاد يحطوا في جلوبهم ويربحوا المنتخب التونسي ويفرحوا الشعب وبرتي إن شاء الله تفاق نزيره إن شاء الله مربوحة تونس وكاو الفوز ولا شاء سوى الفوز تفائل نعموا بناء الشعب التونسي المنتخب الوطني وأبنائه يحملون ذات التفائل وهم متأهبون لخوض نزال مصيري يعد الفوز فيه خطوة كبرى نحو انتزاع الكأس الوطنية تيفي أنس الكناني تونس